اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح تتفاوت المؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة مضيف او مضيف الطيران من شركة طيران الى اخرى ولكنها بشكل عام تتلخص بالتالي العمر حدد سن القبول في وظيفة مضيف الطيران في بعض الشركات ثمانية عشرة سنة كحد ادنى بينما حددته شركات اخرى بواحد وعشرين عاما الحالة الاجتماعية يجب على المتقدم لوظيفة مضيف الطيران ان يكون عازبا وذلك بسبب ظروف العمل القاسية وغير المحددة باوقات محددة فقد يطلب من مضيف الطيران القدوم للوظيفة في اي وقت دون تنسيق او ترتيب مسبق بينه وبين الشركة حسب ما يقتضيه العمل المستوى التعليمي يجب على مضيف الطيران ان يحمل شهادة الثانوية العامة على اقل تقدير ويفضل الذين يحملون شهادة جامعية او شهادة في مجال ادارة الفنادق والمجالات الطبية المختلفة ومن يحملون دبلوم طيران الطول والوزن يجب ان يتحل مقدم وظيفة مضيف جوي باللياقة البدنية والرشاقة ويفضل ان يتجاوز طوله مترا وستين سنتيمتر وذلك للتعامل مع الحقائب في الاماكن المرتفعة الصحة يجب ان يكون المقدم لوظيفة مضيف الطيران خاليا من الامراض وان يتمتع بسمع وبصر قويين بحيث يخضع مضيف الطيران لفحص طبي كل سنة مرتين لمن زادت اعمارهم عن اربعين عاما ومرة لمن هم اقل من ذلك السباحة يجب ان يكون مضيف الطيران سباحا ماهرا فيستحيل ان يقبل اي شخص كمضيف جوي دون ان يتقن السباحة وبمهارة اللغات على مضيف الطيران ايجادة اللغة الانجليزية كلغة رسمية ومعتمدة في كل شركات الطيران الى جانب ايجادة بعض اللغات الاخرى حسب وظيفة وجهات السفر لكل شركة جوية اجتياز الاختبارات تقدم شركة الطيران امتحان لمقدمي طالبات التوظيف لها على عدة مراحل كفحص اللغة الانجليزية واختبار الذكاء ويجب على الطالب ان ينجح في هذه الاختبارات بعلامة نجاح تحددها الشركة فبعض الشركات تحدد علامة 80% للنجاح المقابلات الشخصية تتم مقابلة المتقدمين للوظيفة من قبل الاناس مختصين حيث يرون تصرفاتهم وردود افعالهم ولاياقتهم في الحديث الى غير ذلك انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات